ألا بمكن أشرح لي وسناء سلاس مستندات كلها تبين موافقة المالية على ضم علاوتين للأساسي والمرتب وكذلك صرف فروق مالية بأسر رجي مع تعديل كافة عناصر المرتب وكذلك تعديل الأساسي على سنة 2016 لكذا جماعة سنذكر لكم بالصوت والصورة المستندات وسواء كانت هذه المستندات قضائية أم قرارات تعميم أم استمرات صرف أما بالنسبة لأصحاب المعاشات فمحدش يستغرب أننا قلت أصحاب المعاشات لأنهم إن شاء الله حيستفيدوا من هذه المستندات وانتوا عارفين أننا في القناة بنجيب أي حاجة فيها استفادة أي قرارات أي حاجة تكون لها علاقة من بالمعاشات وده نوع من أنواع الفيديوهات اللي هل بنقدمها على قناتنا أي حاجة فيها استفادة أي حاجة فيها يعني منفعة فيها فايدة لأصحابنا وأخواتنا وحبيبنا أصحاب المعاشات بنروح ونجيبها ونجيبها ونالدهاركو عشان تعام الفايدة بإذن الله إن شاء الله كل من خرج بعد 2015 لم تضاف له علاوة بالأساسي سواء بالخدمة أو على المعاشات عشان كده يا جماعة أنا قلت أصحاب المعاشات وعلى فكر عايز أعرف حضراتكو إن في حاجة اسمها قضايا لا تسقط بالتقادم الخمسي قلنا على كتير منها في الفيديوهات اللي فاتت بتاعتنا على قناتنا قناة الشرحلي أن هناك قضايا لا تسقط بالتقادم الخمسي يعني يعني بعد يعني يعني بعد خمس سنوات مثلها مثل الحوافز والعلاوات والتي تظل حسب القانون أكتر من خمستاشر سنة يعني ما بتسقطش بمرور خمس سنوات لا ده بتفضل موجودة لأكتر من خمستاشر سنة وإحنا بنقول ده عشان بنقول إن كل الناس اللي عندها فكرة بالقانون بيعلم كذلك إن كلامنا ده مزبوط وضم حضراتكو دلوقتي على الشاشة مستند قضائي جاء في حيسياته أن المسكور يطالب بضم العلاواتين للأساسي والمرتب وما يترتب على ذلك من تعديل في المرتب وفروق مالية والقضية يا جماعة كانت تحت 3284 لسنة 9 قضائية عشان اللي يحب يدور ويشوف إن كلامنا ده مزبوط ولا لا ويبحث حيلاقي الرقم اللي بقوله هده رقوا عليه ده وكانت في الدائرة رقم 39 بمحافظة الفيوم خذوا يا جماعة المستندات دي والأرقام اللي بنقول عليها دي واللي عاوز يتأكد ويتحقق من كلامنا يروح دائرة 39 وفي محافظة الفيوم ويدور حيلاقي القضية دي ويلاقي إن كلامنا مزبوط الحمد لله ما بنجيبش كلام من عندنا ولا كلام متألف ولا أي حاجة مش صحيح الزميل دي يا جماعة حصل على الحكم دوت وتم تنفيزه بالفعل وحنبين لحضراتكم قرار التنفيز وضم علوتين علوت سنة 2010 ويا 15% وكانت بالقانون رقم 70 وضم علوت 2011 وكانت 10% وكانت بالقانون رقم 2 قد تم ضمهما وتعديل الأساسي كما هو أمامكم الآن وقد جاءت فقرة في الحيسيات بتقول إن بيحق له ضم العلوتين وبعدين قال يحق له الاحتفاظ بالأجر الأساسي بعد ضم العلوتين عند العمل بالقانون رقم 81 لسنة 2016 قانون الخدمة المدنية يعني قانون الخدمة المدنية ما بيغيرش في صورة المرتب وخاصة إن هذا الشخص يخضع لقانون الخدمة المدنية وأصبح بدل ما بيتعامل على الأجر الأساسي أصبح بيتعامل على الأجر الوظيفي تعالوا معايا كده قبل ما نشوف قرار الحكم وقرار الصرف هنتكلم الأول عن قرار الحكم قدامكم دلوقتي اللي انتهت دي المحكمة من قرار وهو بأحقية المدعي في ضم العلوتين مع ما يتلطب على ذلك من فروق مالية بأثر رجعي وممكن واحد يقول إن فيه هناك في الأدراج الكثير من الأحكام ولم يتم تنفيذها حتى الآن بقول حضرتك ويه اللي بيسأل إن هذه الأحكام واللي بنعرضها دلوقتي دي من ثلاث محافظات مختلفة ومش من محافظة واحدة الحمد لله تم تنفيذها تم تنفيذها فورا الحمد لله وبرضو قدام النقو هو قرار بعدم ممانعة الصرف قدام حضرتك وعلى الشاشة تعالوا نشوف بيقول إيه كده في النهاية بيقول إيه لذا لا نرى ما نعم في تنفيذ الحكم وفقا لمنطوقه وإيه هو بقى المنطوق أحقية المدعي في ضم العلاواتين مع ما يتلطب على ذلك من فروق مالية بأثر رجعي وده زي ما قلت لحضراتكم أنه بيختلف من شخص آخر حسب الدرجة الوظيفية والدرجة المالية بتاعته طبعا وكمان حسب أقدميته الناس كلهم إزاي بعضها طب ده مش كده وبس ده هناك أحكام أخرى لأن الحكم اللي احنا شايفينه ده كان من محافظة الفيوم في حكم تاني يا جماعة من بنسويف تحت رقم 2717 اكتبوا حضراتكم الأرقام دي واللي عاوز يطلع يروح ويشوف الكلام ده احنا مش مقلفينه الكلام ده فعلا فعلي وده لسنة سبعة قضائية وفيه كمان حكم ثالث من محافظة قفر الشيخ وهو لموظف في جامعة قفر الشيخ تحت رقم 1425 لسنة 22 قضائية كل هذه الأحكام يا جماعة تم طرحها على أرض الواقع وإحنا ما نشرناهاش إلا بعد التأكد من صرفها يعني ما نشرناهاش في بداية ما تعاملت تأكدنا الأول إنها فعلا اتصرفت بعد كده بدأنا ننشرها عشان نبقى نتكلم وإحنا وقفين على أرض سبتة وهي كمان تعديل كافة عناصر المرتب مع صرف فروق مالية بأثر رجعي حسب الدرجة الوظيفية ويبتصل لأكتر من 15 وممكن تعدي كمان إلى 20 ألف جنيه طيب نجي نسأل بقى سؤال مهم وهو ما موقف أصحاب المعاشات بنقول إجابة السؤال ده إنه هو ما ينطبق على الموظف والذي على رأس العمل اللي هو لسه موجود ده دلوقتي ما طلعش معاش يعني بينطبق على صاحب المعاش وقلنا ده من 2015 لأنه لم يحصل على ضمها سواء في الخدمة أو عند خروجه على المعاش فيا يا جماعة يعني المختصر المفيد إنه إحنا زي ما قدمنا الحالات اللي احنا قدمناها دي في ثلاث محافظات مختلفة بنقول يا جماعة ودايما بنقول فعلا في قناتنا إن ما ضاع حق وراءه مطالب افضل متمسك بحقك وافضل يعني ما تفقتش الأمل وحضرتك يعني اسلك الطرق الشرعية في المطالبة بحقك وإن شاء الله في يوم الأيام هتحصل حتى لو طال الوقت وطال الزمن بس حضرتك ما تفردش في حقك حاسس إن انت تظلمت وانت في عملك حاسس إن انت راح عليك رصيد الأجازات ما رديوش وحسبوك عليه وحاسس إنهم ضياع عليك رصيد أجازات ولا ضياع عليك علوات ضياع عليك حاجة في حاجة وانت ما خدتهاش علوات ما تضمدش أي حاجة تمسك بحقك افضل متمسك بحقك ما ضاع حق وراءه مطالب يا جماعة تمسك بحقك ارفع قضية في يوم من الأيام حتى لو طال الوقت حضرتك هتاخد حقك لأن فعلا يعني الحمد لله القانون بيتنفذ وبيطبق على الهيئات وعلى التأمينات وعلى الأشغال وحتلاقي نفسك ان شاء الله في وقت من الأوقات حتى مهما طال الوقت بس انت تمسكت بحقك وان شاء الله بتحصل عليه في القريب العاجل ان شاء الله بنعتزل لحضرتك عن الإطالة والله بس بيبقى يعني نفسنا ان احنا نقول لحضرتك على كل اللي بيحصل وكل الاستفادة الممكنة لتقدر حضرتك يعني تعرف بيها حقوقك وتستفيد بيها او ان انت مثلا ترفع دعوة او ان انت ربنا يكرمنا ان شاء الله واني يكون سبب لبعض في خضيان حقوقنا وما تنسوش شاركوا في قناتنا دعمونا واشتركوا في قناتنا ووصلونا للعشر تلاف متابع متشكرين على دعموكم لينا اضغطوا زر الجرس او الاختيار او الكل عشان يصير كل جديد وما تنسوش بان معادينا ممكن اكتر من موعدنا الساعة اتنين وساعة ستة على قناتنا قناة اشرحلي في فيديوهات مهمة جدا تخصوكم كلكم وحاجات مختلفة ومتنوعة وبعتذر عن الاطالة وكان معكم سيد شاكر من قناة